اهلا بكم مشاهدي ومتابعي اليوم السابع في كل مكان اليوم احنا بنطقي باحد اشهر بقيعي القطايف والكنافس وبلع الشام في رأس الضرر وفي السوق 63 برأس الضرر هذا المكان يقبل عليه رواد المصيف منذ سنوات طويلة لاشراء حاجة رمضان ومستلزمات رمضان من القطايف ولقمة القاضي وبلع الشام المكان بيشتغر بالنضافة بيشتغر بان الصنعة جيدة والاسعار مناسبة للجميع احنا اليوم هنلطقي معهم نسمع منه عن بيع القطايف وبلع الشام برواد المصيف منذ سنوات احنا في رمضان انت بتحرص على انك تشتري حاجة رمضان من هنا متعود على جنة نعم الحاجة ابراهيم دا احنا بنستنى من السنة للسنة دي عندنا جاي له منظوميات مطوط الاولاد طلبينها وال انت بتجي منظوميات تشتري منه هنا ايو والله اه حاجة ممتازة يعني الصنعة ونضيفها وكويسة وابودة في المحلات الكتيرة اوه بمتاز لاني دي ورسة قبن عن جيزة احنا انت عايز لخلوني تماما انا بنقول لك الفهنا مقدما وكل سنان طيبين انا مصطفى محمد سعود بشتغل في راس البر بعمل لقمة القضي بقالي زمان بشتغل فيها وكل موسم رمضان باجي اعملها كل موسم رمضان بتفتح هنا في نفس ما كانت اشتغل فيها بإذن الله اه بقالك كم سنة كده بقالي عشرين سنة بتبدأ امتى عمل في رمضان يعني بيبدأ امتى نشتغل هنا في رمضان بعد سلطة الظهر لما للساعة خمسة ومس قبل المغرب بنفس الساعة بنعمل ايه بقالي عندنا هنا الله؟ فدح الشام وقلومة القاضي وقضايا تمام انت مشهور بيوم؟ ان شاء الله الاسعار ايه النار؟ الاسعار ربعين جليل ده كيلو؟ لأي نوع؟ لأي نوع اه كل الانواع بتبقى موجودة لغاية الساعة خمسة للفطار والاسعار اربعين ومتناول الجميع يعني؟ تمام كل تصنيع سكن بسكن كل شغل يا دوي طازة طازة انت بتبدأ انت اللي بتجهز العجين؟ اه ان شاء الله العجين بتبدأ تجهزه مثلا من انت يعني؟ من الساعة 8 صباحا 8 صباحا اه وحيد العسل مع السكر الساعة 8 صباحا اه ونبدأ الشغل؟ نبدأ الشغل بعد الضهر بعد الضهر لما الابن المغرب بروض نص ساعة كرة بناخد فترة رمضان كلها بنشتغل هنا في سوق دهاته وستين تمام انا بنقولك كل سنوان انت طيب ورب ننفقك ويمسي عيدا ان شاء الله كل سنوان طيب وكل سنوان طيب على المصريين كلهم وان شاء الله بإذن الله يبقى عمسي عيدا كلنا شكرا ان شاء الله انا معكم معتز الشربيني ومجر مكتب اليوم السبع من دوميات